إذا كنت أختيك تعاني من المشكلة الشيب وتقهرتي بالسبايق وتقهرتي بالوصفات عاد ما زاد الشيب كثير لك في الشعر وعاد ما زاد قوى لك في شعرك اليوم أرجط لك الحل النهائي اللي غدي هنيك من الشيب وللأبد بهذه المكونات هذو اللي غدي نعطيك اليوم والله العادمي لغت رجعي تشكريني وترحمي لي عليهم الوالدين وصفة كتغمق اللون ديال الشعر كيرجع اللون ديال الشعر طبيعي ومستحيل تحتاجي مرة أخرى هذا الوصفة هذي غدي نعطيك هذو اللي غدي نعطيك غتوضعي شي حاجة سميس هالشيب وللأبد بمكونات بسيطة والأهم أنها موجودة عندك في المطبخ غير لما بغيتش تحيدع لي يدك العقز وتجمعي لي الوقفة وتدري لي هذو الوصفة هذي وتشوفي النتيجة غدي تباهرك النتيجة وغدي تصدمكه من أول استعمال غدي بلك الفرق اللي غاسين سيقول ليه اللون ديالهم غامق يعني اللون ديال الشعر كي ياخذ واحد اللون اللي طبيعي واللون اللي زوين بزاف غدي ندوزو ده بتشوفوا معي الوصفة وتكتشفوا معي المكونات وخليكم معي حتى الآخر الفيديو علاش؟ لأنه غتتعرفوا معي على الطريقة كيفش غتتستعملوا هذو الوصفة لأن الطريقة هي الأهم في هذو الوصفة هذي غدي ندوزو على بركتي الله تشوفوا معي ان شاء الله الوصفة وما تنسونيش موحد لايك الكبيرة للفيديو هكا باش تشجعوني باش يطلع التفاعل وخليوا ليه شي تعليق زوين يعني بحالكم شي تشجيع وبارتاجي هذو الفيديو هذا مع أي وحدة تعرفوها محتاجة للوصفة ديال الشي على بركتي الله غدي نبدو كيف ما كتشوفوا معي أول مكون غدي نحتاجوا في هذو الوصفة هو بطاطا غتتاخذ واحد البطاطا وتاخذ القشرة دياله يعني غتتقشريها سواء بطاطا بيضاء اول بطاطا حمراء كتتاخذي واحد القشرة يعني ديال الجوج ديال البطاطات بحال هكا مهم انا غنوريكم هنا غير طريقة غندير غير بطاطا وحدة كي ما كتشوفوا معي وغادي تديري بكل قشور في واحد الإناء اول واحد الكاثرونة بهذا الشكل هذا طريقة ساهلة كي كتشوفوا معي ساهلة وبسيطة واي وحدة ممكن تدير هذو الوصفة ثاني مكون هو السالمية اولى المريمية ذلك نديروها فقاتها يعني معروفة السالمية اول المريمية واحتل ما عندكش من هذا العطاع خورجوش تراهم غتديرلك هذو الوصفة هذه غادي تأخذ واحد الكمية هكا ديال السالمية تكون هكا مهمة غادي تضيفها القشور ديال البطاطا من بعد هنا بنيسبة للسالمية تغمق لنا اللون ديال الشياب وبنسبة لقشور ديال البطاطا دارت بنزف الدراسات لتبتسب ان القشور ديال البطاطا تغمق لنا اللون ديال الشيب ويغمق لنا الشعر الابيض وعند تجربة يعني هاد الوصفة هذي بزاف اللي اعطيتها ليهم وشكروني عليها صراحة ذاك شير رجبت غدي نشاركها معاكم هنا غدي نحتاج الكاركاديل او الكاركاديا اللي يحتوي كي تباع عند العطار هذي كل الزهرات كما كتشوفوا معايا كيعطوا واحد اللون غزال للشعر وهذا مكونات كله مزياني للشعر تناخدوا الكاركاديل تنضيفو كما كتشوفوا معايا حتى او كنديرو من الواحد الكيمياكا مهمة كنضيفوها على ذوك المكونات كما كتشوفوا معايا من بعد غادين من بعد مدرنا هاد المكونات غادينزيدو الزعتر الزعتر مفيد للناس اللي عندهم تساقط الشعر ممكن تضيفو اليازير او لا اكلي الجابال حتى هو مفيد بزاف اللي ما عندكمش الزعتر يعني كبديل لي حتى هو مزيان ممكن تضيفو السانوج او للحبة السوداء حتى هي مفيدة يعني فهذا الوصفة اللي عندكم هاد المكونات هادو حتى هو ممزيانين وكذلك لك انتو قد توفروا على بودور البصل حتى هي مفيدة يعني هادو قد اعطاكم غي اختيارات المكونات اللي عندكم فهدو غادينزيدو الزعتر يا اليازير او اكلي الجابال يا الحبة السوداء او الثانوج يعني او لبودور البصل زريعة ديال البصلة اللي عندكم فهدو مزيانين مزيانين لتساقط الشعر يعني مزيانين متي خلووا الشعر يطيحوا وتي قويوا الشعر من بعد مدرنا هاد المكونات غادي نضيفو عليهم كاس ديال الماء كاس كبير ديال الماء وغادي نبديهم نخليهم تغلوهم زيان حتى كنتحصلوا على هاد الماء بهذا الشكل يعني كيتغير ليه اللون ديالو ممكن تضيفو القرنفل صافي ولكن غير هاد المكونات هادو بالذات هرهم تعطيو نتيجة يعني مضمونة في صبغ الشعر الابيض او لا يعني في تغميق لون الشعر هنا من بعد ما صفيت هادوك المكونات خذينا الماء كي ما كتشوفو معايا ديالو دابا غادي نضوزو الكيفية ديال الاستعمال ديال هاد الوصفة كينجوج طرق ديال الاستعمال كيف ما تنشارك معاكم دائما بالنسبة لهاد الماء اول طريقة غادي نديروها هو اننا غادي ناخدو اي ماء انتو غادي تختارو اي ماء الحنة علش كنقول لكم غادي تختارو لان بزاف لي ما تيبغيوش الحنة ذاك الشي علش كنطاكو بدائل يعني لك انتي كتبغي الحنة غادي اختي الحنة وغادي اوراق استدر مطحون يعني هادو كل المكونات اللي مزياني للشعر اللي شعرك كي يطيح عندك الشيب كتعاني من الشيب ومنتساقط الشعر وشعرك خفاف وضعاف بزاف ولا خاوي يعني قراعيتي هادو الوصفة هتعالج لك الشيب وفي نفس الوقت هتغمق لك اللون دي الشعر ديالك هنا كيما كتشوفو معي انا عندي هنا اوراق استدر مطحون اللي هو هذا وصارحة كنتستعملو بزاف الشعري هادا اوراق استدر كيما كتشوفو معي مطحون اما يعني هتخدو اوراق استدر والحنه او لاورق استدر بينهم إلى الاوراق استدر بينهم هادثو على كمية Awwww هادذرapse غير نفسات صقفت هادثو أوراق استدروا اوراق استدر فقط هادثل IMorgun هادثو على ايضا الحنه واحدة يعني اللي جاكم ساهل متوما صخصاوفو اتخدو الكيمياء اللي تكفيكم القياس اللي حا ديالك الشعر ديالك أصبو شعركم مش قوي ولا خفيف ولا هادا كمية اللي حا تقد่ك انتي غتعرفي القياس اللي غايك فيك وغادي تزيدي عليه كتاخذي الكيميا ديال الحناء اولا ديال اوراق السدر والديالهم بجوج وكتخلطي بهاد الماء كتخلطي مزيان حتى كيولي واحد الخالات اللي يعني متماسك مزيان وكيتخلط مزيان وكيبقوش ديال حبيبات كتخلطي مزيان حتى كيولي لك بحال هكا ما كتخليش ديال الخالات مطلوق بزاف باش ما كيهبطش لك لعنقك وفي نفس الوقت ما كتديريش الخالطة تقيلة يعني تكون بحال هكا كي ما كتشوفوا معي في الفيديو ومن بعد غادي تاخذي زيت الزيتون هديري واحد الملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون الى عندك زيت روز الهند او لا زبدة الشياء او لا زيت الشياء او لا زيت السمسم اي زيت غادي يفيد لك الشعار ديالك غادي تضيفي منه هنا واحد لمعاية كبيرة عندك غادي زيت الزيتون كتافي بزيت الزيتون يعني اللي متوفر ليك غادي من هاد شي اللي اذكرت غادي تضيفيها اختي الهاد الوصفة وكتجي وصفة زوينة بزاف صدقوني لقيت لكم ما غاديش تبقوا تستغنوا عليها لانها زوينة بزاف بالنسبة اللي تيبغيو ذاك الورد يعني الورد يعني في هاد الوصفات هادو الطبيعية الورد والقرنفل ممكن تضيفو الورد والقرنفل مطحون يعني تضيفوهم على الحنة وممكن ممكن كذلك يعني تديرو في الوصفة يعني معدك الماء بش يطبخ وممكن تديروهم مطحونين بش كيخليو ذاك الريحة زوينة بالنسبة للنساء اللي تيبغيو هاداك كواصفات طبيعية كيديرهم الشعر ديالهم من بعد مدرة الزيت غادي نزيد الخل بالنسبة للخل ديال التفاح هو مزيان بزاف للشعر وكذلك مزيان يعني كيحيط القشرة وكذلك كيتبت لنا هاد الصبغة الطبيعية لان هي صبغة طبيعية ما فيهاش متبتات اللي كيكونوا في الصبغة يعني ديك الصبغة اللي كن نستعملها الشعر ديالني يعني الصبغة اللي كتبع هادي الصبغة طبيعية ما كتكونش في هادوك المتبتات لذلك كنستعملو خل تفاحتي يتبت لنا اللون ديال الصبغة على الشعر ما كنتظلو شعرنا ما كتطيحش لنا ديك اللون كامل تيطيح لنا يعني كيتبت لنا على الشعر كنضيفو توا واحد لما يلقى كبيرة وكنخلطوه الكل مزيان وهنا كتجيب يختي هاد الوصفة تخلطيها وكسمشتي شعرك مزيان وكتشقي بها الشعر ديالك يعني اللي غاسين اللي ككونوا طالعين ديال الشيب وكتكملي شعرك كامل من بعد ما كتمشطيه كتديري هاد الوصفة كامل وكتديري بلاستيك غدائي وخليها اختي هاد الوصفة من الصباح تلعشية يعني عديرها في الصباح وفي المساء غلي تغسليها ضربها بوحدة دويشة وتغسلي الشعر ديالك وغتشوف اللون تيحمق هاد الوصفة ديري المرة اللولة يعني في الأسبوع ديري المرة اللولة وتعوديها في نفس الأسبوع يعني جوج مرات في الأسبوع تعوديها المرة الثانية وشوف اللي اللون دير الشعر دير كيفش غادي يولي هاد هي الطريقة اللولة اللي زوينا يعني كتعطي لون مئة في المئة بنسبة للطريقة الثانية كتاخذوا هاد المهادة كما كتشوفوا معي بالنسبة اللي تتخدم لي ما عنداش الوقت لي ما عنداش الوقت مهائيا كتكون خدامة اللي حسن العون ممكن تخضي هاد الوصفة سهلة عادي تديرها في البخخ يعني طيب يدوك المكونات ديريهم في بخخ بحال هاكا كما كتشوفي معايا وغادي تبقي غير من اللي تجيل طار سواف الليل او لا في اي وقت يعني بغيتي عادي ترشي شعرك مزيان يعني لي غاصين وشعرك كامل ترشي بات سبراي تديري في التلاجة كيبقى ثلاث يام كترشي صباح وعشية صباح وعشية او لا غير العشية لما عندكش الوقت ثلاث يام وغسلي الشعر ديالك لانه وغسلي شعر ديالك وعاودي العملية غسلي على شعر زوين بزاف ولك الشيب غادي تغطالك من الأسبوع الأول لهنا نكون صالت نهاية الفيديو كنغلقكم شكرا على المتابعة وفي أمان الله